سلام عليكم حياكم الله في سلسلة تاريخ الأرض أخذنا في القصة الماضية كيف أهلك الله قوم ثمود لما عصوا نبيهم والآن نبدأ في قصة إبراهيم عليه السلام هو إبراهيم ابن تارخ واسم أمه أميلة ولد بالسوس من أرض الأهواز وقيل ببابل وقيل بحران وكان مولده في عهد نمرود ابن كوش لما أراد الله أن يبعث إبراهيم حجة على خلقه ورسولا إلى عباده ولم يكن فيما بينه وبين نوح نبيا إلا هود وصالح فلما تقارب زمان إبراهيم أتى أصحاب النجوم نمرود فقالوا له إنا نجد غلاما يولد في قريتك هذه يقال له إبراهيم يفارق دينكم ويكسر أصنامكم في شهر كذا من سنة كذا فلما دخلت السنة التي ذكروا حبس نمرود الحبال عنده إلا أم إبراهيم فإنه لم يعلم بحملها لأنه لم يظهر عليها أثر الحمل فذبح كل غلام ولد في ذلك الوقت فلما وجدت أم إبراهيم الطلق خرجت ليلا إلى مغارة كانت قريبة منها فولدت إبراهيم وأصلحت من شأنه ما يصنع بالمولود ثم سدت عليه المغارة ثم سعت إلى بيتها راجعة ثم كانت تطالعه لتنظر ما يفعل علم أبوه آزر بولادة إبراهيم وكتمه حتى نسي الملك في يوم من الأيام قال إبراهيم لأمه وهو في المغارة أخرجيني أنظر فأخرجته عشاء فنظر فرأى الكواكب وتفكر في خلق السماوات والأرض فلما رأى كوكب المشتري قال هذا ربي فلم يلبث أنغاب فقال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالين فلما جاء النهار وطلعت الشمس رأى نورا أعظم من كل ما رأى فقال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون ثم رجع إبراهيم إلى أبيه وقد عرف ربه وبرئ من دين قومه إلا أنه لم ينادهم بذلك وكان آزر يصنع الأصنام التي يعبدونها ويعطيها إبراهيم ليبيعها فكان إبراهيم يقول من يشتري ما لا يضره وما لا ينفعه فلا يشتريها منه أحد كان يأخذها وينطلق بها إلى النهر فيضع رؤوسها في الماء ويقول اشربي استهزاء بقومه حتى عرف ذلك عنه في قومه غير أنه لم يبلغ خبره نمروت فدع إبراهيم أباه إلى التوحيد فلم يجبه ودعا قومه فقالوا من تعبد أنت قال رب العالمين فقالوا نمروت قال بل أعبد الذي خلقني فبلغ ذلك نمروت وكان لهم عيد يخرجون إليه جميعا فلما خرجوا قال لهم إني سقيم فلم يخرج معهم إلى العيد وذهب إلى أصنامهم وهو يقول وتالله لأكيدن أصنامكم فسمعه ضعفاء الناس فلما بلغ أصنامهم وجدهم قد جعلوا طعاما بين يدي آلهتهم فقال ألا تأكلون فلم يجبه أحد قال ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فكسرها بفأس في يده حتى إذا بقي أعظم صنم منها ربط الفأس في يده فلما رجع قومه ورأوا ما فعل بأصنامهم راعهم ذلك وأعظموه وقالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتي يذكرهم يقال له إبراهيم وبلغ ذلك النمرود وأشراف قومه فقالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون فلما أتي به واجتمع له قومه عند النمرود قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون غضبا من أن تعبد هذه الصغار وهو أكبر منها فكسرها فقالوا لقد ظلمناه وما نراه إلا كما قال ثم قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون فقال لهم إبراهيم أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون فقال له نمرود ما هو إلهك الذي تعبد وتدعو إلى عبادته فقال له إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال نمرود أنا أحيي وأميت قال إبراهيم وكيف ذلك قال أخذ رجلين قد استوجب القتل فأقتل أحدهما فأكون قد أمته وأعفو عن الآخر فأكون قد أحييته فقال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت عند ذلك نمرود ولم يرجع إليه شيئا ثم أجمع نمرود ومن معه على قتل إبراهيم فقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم أشار به عليهم رجل يقال له هيزا فخسف به في الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة فأمر نمرود بجمع الحطب حتى إذا أرادوا أن يلقوه فيها قدموه وأشعلوا النار وكان من شدة حرها أن الطائر إذا مر بها في السماء تحرقه من شدة حرها فلما أجمعوا لقذفه صاحت السماء والأرض وما فيها من الخلق إلا الثقلين إلى الله صيحة واحدة أي ربنا إبراهيم ليس في أرضك من يعبدك غيره يحرق بالنار فيك فأذلنا في نصره فقال الله تعالى إن استغاث بشيء منكم فلينصره وإن لم يدعو غيري فأنا له فلما رفعوه ليرموه رفع رأسه إلى السماء وقال اللهم أنت الواحد في السماء وأنت الواحد في الأرض حسبي الله ونعم الوكيل فجاءه جبريل وهو يربط فقال ألك حاجة يا إبراهيم قال أما إليك فلا فقذفوه في النار فقال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فلو لم يتبع بردها سلام لمات إبراهيم من شدة بردها فلم يبق يومها نار إلا طفئت ظنت أنها هي وبعث الله ملك الظل في صورة إبراهيم فقعد فيها إلى جنبه يؤنسه ثم مكث نمرود أياما لا يشك أن النار قد أكلت إبراهيم ثم نظر إليها وهي تحرق بعضها بعضا وإبراهيم جالس إلى جانبه رجل فقال لقومه لقد رأيتك أن إبراهيم حي ابن لي صرحا يشرف بي على النار فبنوا له فرأى إبراهيم جالس وإلى جانبه رجل فناداه نمرود يا إبراهيم إلهك الذي بلغت قدرته وعزته أنحال بينك وبين ما أرى هل تستطيع أن تخرج منها قال نعم فقام إبراهيم فخرج منها فلما خرج قال له يا إبراهيم من الرجل الذي رأيت معك قال ذلك ملك الظل أرسله ربي ليؤنسني فقال له نمرود إني مقرب إلى إلهك قربانا فقال إبراهيم إذن لا يقبل الله منك ما كنت على شيء من دينك فقال يا إبراهيم لا أستطيع ترك ملكي فقرب أربعة آلاف بقرة وكف عن إبراهيم ومنعه الله منه وآمن مع إبراهيم رجال من قومه على خوف من نمرود فآمن له لوط بن هارون وهو ابن أخي إبراهيم وآمنت به سارة ابنة عمه ثم هاجر إبراهيم عليه السلام ومن آمن معه سنقف عند هذا القدر وسنذكر في القصة القادمة كيف هاجر إبراهيم حتى وصل إلى مصر وما دار بينه وبين فرعون فانتظرونا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا